اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديد من سلفي اوروبا اللي بتيجيكم مني انا محمد عوال بالتعاون مع شركاءنا في الفيس بوك برشا برشا وبرشلونة نيوز وشريكنا في انستغرام برشا جروب حلقتنا اليوم بعد تأهل برشلونة المستحق والكاسح على تشيلسي ووصوله لدور الثمانية تأهل اللي جاء كما هو متوقع يعني مش مفاجأة كبيرة المفاجأة الاكبر انو تيجي الاهداف بهذه الغزارة نشوف حارس عم بينهار مثل كورتوا نشوف ميسي ببلش من الدقيقة الاولى بيقول لبرشلونة تأهلوا السيناريو كان غير متوقع بالتأكيد كنا نتوقع تشيلسي دافع اكثر لكن بالنهاية شوفنا اللقاء مختلف وخلنا نبدأ بالتفاصيل لو تفرجنا على خطط الفريقين في البداية برشلونة بلش باربع اربعة اثنين المتعودين عليها كان دخول ديمبلي ممكن اكثر شيء الى فتلة الانتباه في رد ايجابي من فالفردي على المباراة الكويسة اللي قدمها ديمبلي امام ملقة واختبار ثقة مهم جدا كان له انيستا ايضا لحق باللقاء وشوفنا شكل برشلونة متعودين عليه اربعة اربعة اثنين مع انيستا بيدخل بالعمق اكثر بعض الاحيان مشان يلعب كدور صانع على العاب وبنفس الوقت حرية مطلقة لمسي ودمبلي بيل لعب جناح تقليدي على الجهة الثانية ايضا كنتي قام بتغيير جديد على اللعب في لقاء الذهاب اللي هو كان الدفع بجيرو وهذا اول درس منه انه تعلم انه بشان ترتد على برشلونة كويس بدك رأس حربة ومستحيل تلعب بفكرة مهاجم وهمي ضد برشلونة تسين دقيقة وانت مش ماسك كرة لانه فعليا حيكون كانه مش مهاجم ولا موجود اساسا هذا بالنفس النقطة الاولى فاستخدم جيرو استخدم جيرو فضلوا على مراتة اعتقد ساب الرئيسي الاساسي بينهم مش مسألة حالة الث فقط انه جيرو يثق بنفسه حرير احسن من مراتة اللي عنده اتزاز واضح لكن المسألة اخرى انه جيرو بتفوق جدا على مراتة بالكرات الهوائية اللي كان متوقع تشلسي يلجأ لها في هذا اللقاء اذا في شي مدرب كرة القدم ما بيتمنى انه يقعد يخطط للقاء واول ما يبدأ اللقاء يجي هدف فيه وهذا الهدف يدخل بالتحديد برشلونة اللي معانه ينون ميسي منطقة راحته المسألة كلها كانت انه يحاول تشلسي يخلي النتيجة تعادل سلبي لفترة وبعدين برشلونة يصير يشعر انه ممكن يتم غدره وبالتالي ممكن يرتكب اخطاء يجي هدف بالدقيقة اللقاء خلاص انتهى يعني فعني كل التحضير اللي ممكن يشتغل عليه كونتي خلاص دخل بمنطقة اخرى لانه ادخل فريق من اصعب الفرق في كرة القدم اللي ممكن تلعب ضدها وهو متقدم عليك اللي هو برشلونة وبالذات لما يكون مدربه حاليا فالفردي مدرب بيعرف يدافع بيعرف يحط اللعبين كويس وعنده مدافعين ممتازين بالمستوى هذه الفترة نغم ذلك تشلسي حاول يقوم بلدة فعل شفنا بلش يلعب ضغط عالي بطء شجع شوي صورنا نشوف بعض اللعبين منهم عم بيتقدموا بالكرة صورنا نشوف ولينا عم بيتحرر بشكل واضح حزارت عم بيحاول يكون يلعب بدور حر وبالتالي كان فيه شجاعة هذه الشجاعة كانها دور لانها فعليا خلتنا نحس انه اللقاء مازالت انه اللقاء مازال مستمر وهذا الشي محسوب لهم صراحة محسوب لهم انهم هددوا المرمى اكثر من مرة بشوط الأول بشكل واضح كان امكانهم ي عدله النتيجة لكن تألق شتيقا ام تيتي اللي كالعادي عم بيقدم مستوى كبير كان موجود خط الدفاع كان صامد متكتل بشكل يمنع تشلسي يصنع فرص داخل جزاء الطبالي الشرط الأول بشكل كويس ممكن خط الوسط عانة امام خط وسط تشلسي والكذافي الحددين بعبها تشلسي لكن بشكل عام برشلونة صمد واستنى الغلطة وهذا الشي اللي بنتكلم عنه منطقة راحة برشلونة انه حيضلوا يستناك واستنى الغلطة الواحدة مرة اخرى بيحكي لجماه شو بدوني ومن كرة تانية الاولى الهدف التاني الصناعة وفي هون شفنا دمبلي الوجه الاخرى دمبلي بهذا الشرط شفنا وجه دمبلي اللي بيدافع اللي عم بيرجع صح مش شاطر كتير بيحكي واحد لواحد لانه مش قاطع كرات مش لعب دفاعي لكن شفنا عم بيرجع عم بوقف صح شفنا اول ما انقاطع الكرة عم بيرتد بسرعة واصلا هدفه كان من ارتدات سريع جدا وخارق واضافة لشي عجبني فيه اليوم انه عم بيهاجم المساحات بستايلول اللي كون اشوفه بدورتموند سل اول يكون مؤثر في الملعب وهذا الشي بيدل على انه اللاعد بلش شوية شوية يدخل في اجواء اللقاء واجواء برشلونة بشكل ايجاب اتكلمنا عن الدفع بجيروه وتكلمنا عن مسألة انه كانوا بدونيانا الكرة العالي الهدف الاول ده هادا اللي حكينا خرب الفكرة ليش لانه تشيرس صار بدين عم على الارض صار ديمسك كرة صار بيجيب تعادل صار لازم يجيب تعادل مش انو والله خلينا نرتد برشلونة ايضا خايف من النتيجة وبالتالي مع الهدف الثاني الموضوع صار رسم تشيرسي بحاول يجفع الكرة تشيرسي اللي نجح فعليا بشوطر اول بشيء كويس منع برشلونة يقتل الرتم منع برشلونة يخلي المباراة بطيئة اجبر برشلونة يوازيه في الرتم وهذا الشي كويس لاله كان يحسب له رغم انو النتيجة كانت ضده لكن لما صار اللي حد على الارض رجع لنقطة جيروه اللي بطل منه فايدة حقية لانه ممكن بيقدر يحجز كرة بس بيقدرش ينقل كرة بيقدرش يطلع بالكرة بيقدرش يفاجئ قلوب الدفاع وهون بدل ما كانت فكرة كويسة انعكست ضد تشيرسي بهدف واحد جاء في الدقيقة الاولى من اللقاء او الثانية وكل شيء تغير اتجاهه منه ممكن من الملاحظات اللي شفتها اليوم شفنا بشوط الموبره الاولى كانت تشيرسي عم بلعب شكل كويس على قتل المربع من منطقة الجزاء وبالتالي يدفع ميسي خارجه وهذا الشيء كان محسوب له بالذهاب لكن الفرق بين الذهاب والاياب انو ايضا النتيجة لعب الدور الهدف الاول فعليا عكس كل السيناريوهات ليش لانو ميسي صار موافق يطلع برا م وفق يسلم كرة ومش مستعجل يروح يكون مهدد صار ميسي صرنا نشوفه عم بيكون مركز تدوير الكرة الواحد اللي ممكن يفاجأك يطلع لك كرة من اليمين اليسار من اليسار لليمين وتشيرسي صار مطالب بديو استرد الكرة لانو بديو عدل للنتيجة وهون صارت هذه المساحة وترك ميسي بدون رقابة وبس فكرة دفاع المنطقة امام متغ الجزاء صار يكون سلاح ذو حدين على تشيرسي وسلاح بالعكس يعني هو سلاح ضد تشيرسي لانو فعليا الظروف اختلفت ما بين لقاء الذ اللقاء اللقاء بسبب النتيجة في الشوط الثاني شفنا ادارة مختلفة من برشلونة اللقاء وهي فعليا اللي خلت الامور تمشي كأنها دقائق بس عم بتعد شفنا برشلونة عم بيرجع بيستقبل لعب شفنا برشلونة عم بيحب تمانية او تسع لاعبين في منطقته بشكل مش متوقع ومش طبيعي من برشلونة الا مع فالفيردي وهذا اللي بقدني احكي عن اهم شي جابه فعليا اني شفت فريق مرن شفت فريق جماعي لأول مرة ببرشلونة من السنوات شفت فريق بيقبل اللعب شفت فريق مستعد يلعب على المرتدات وبنفس الوقت شفت فريق ممكن يسرع رتم يبطئ رتم شفت فريق ممكن يحط حد هجومية هذا الموسم ويحط كثافة هجومية عالية لما بده يفوز ويجبر اي خصم يتراجع والتالي شفت كل اشكال الاساليب لهذا الفريق اللي بتخليني احكي هذا اهم شي جابه فالفيردي لبرشلونة فعليا شفتوا اضافة غير عن الموجود بنغد النظر انه فعليا ميسي عم بيشيل جزء كبير من حسم المباريات لكن هذه المنظومة اللي خلقت المنظومة المارنة المنظومة الجماعية في الهجوم والدفاع وبأشكال اللعب هي فعليا شيء يجب الالتفات له في مطلع الشرط الثاني شفنا تشيرسي ايضا عم بيلقى مساحات على الاطراف وشفنا بنفس الوقت بيلقى خلف قلب الدفاع هون كان في مقارنة بسيطة بين ادارة فالفيردي وادارة كونتي للقاء ادارة فالفيردي للقاء كان تدخل مباشرة سحب اللعب اللي ممكن ما كان جاهز لتسعين دقيقة اللي هو انيستا وثم ايضا سحب اللعب اللي مش مرتاح بدنيا يبدو انه كان مصاب اللي هو ايضا بوسكتش والدفع بيلعبين فقلت خطورة تشيلسي بشكل واضح قضع على هديك المساحات اللي كان عم بيهاجمها تشيلسي بشكل ذكي في حين شفنا مدرب النتيجة 2-0 لاعبه اللي هو جيروه شبه محاصر فعليا بس هو بيقف على كرة مش قادر عم بيصنع وفريقه بتحسه مش قادر عم بيوصل لالاشي اللي بده اياه وبنفس الوقت عم بيتأخر يعمل اي دابديلات وكأنه بستنى هذه النتيجة تتعدل لحالها بن على المنظوم الموجودة وهذا الشي كان واضح لمن بران عادة 180 دقيقة اضافية تشيلسي مش هيقدر يواجه يواجه شتيقن وجه لوجه حارس لاعب لمهاجم لانه بمعظم اللقطات دائما كان في بيكي في ام تي تي صامدين نتيجة الكثافة الدفاعية البرشلونية المهمة جدا بالتأكيد من قبل اللقاء وهنا عارفينه برشلسي عنده مشاكله التكتيكية الذهنية المعنوية كل هذه المشاكل موجودة وبالتالي برشلسي استفاد منها نجح منها هذا الشي ما بينقص وهم يستنقص من انتصار برشلونة ومن تأهل برشلونة انه استفاد من ظروف خصمه وبنفس الوقت شوفنا شتيق نعم بأكيد مرة ثانية ميسي طبعا زي ما تكلمت انه اللعب ضده فعلا ظلم ببساطة لانه انت ممكن تلعب زي تشيلسي اليوم تحاول تقاوم بالاخير بحلول بسيطة بسجل لكن اكبر خاسرين في هادول المبارتين وبالشكل عام بنصف هذا من الموسم لهم هزاردوا كورتوا صراحة الاثنين كورتوا تماما في اخر فترة مش هو نفس الحارس حارس بي يديه قاتل عشانه نجد يفع فلوس كثير عشانه ويبدلوا بنفاس شو الفرق بينه وبالنفاس فعليا بالمستوى وبقى هاي الفترة ما منتكلم عن السلسلة عادية لا منتكلم بهاي الفترة شو الفرق بينه وبالنفاس بنفس الوقت هزارد عنده رمط مش عاجبني ابدا لما الفريق بينزل بتحسوا بينزل محهم لما بيطلعوا بتصير خارق اذا مزاجه هيك بتأثر بمزاج الفريق ومش هاي صفات الابطال صفات الابطال زي كريستيانو وميسي شيء مختلف تماما عن هزارد شخص بيكون منعكس تماما التيار لما التيار يكون تحت هو بيكون فوق هدا اللي واضح بينه اللي مش عندها زارد حتى الان ولي خليك تسأل كمان مرة هل بريا مدريد مستعد يخليه اغلى اللاعب بالتاريخ ولا لا اتأهل برشلونة الان اختبار دورة الثمانية المفروض نشوف اختبارات منعرف شو القرعة تكون لكن خلي نشوف في فرق اكيد بتبين انها احد من برشلونة زي السيتي في فرق ممكن تفكر مشاكل لبرشلونة المتوازنة زي باير ميونيخ والكل بيتمنى طبعا مشان نستمتع مع بعض نشوف كلاسيكو بعض الاحيان ممكن يابدورة الثمانية بنصف النهائي الله اعلم لانه حلو نشوف هدا اللقاء بدورة ابطال اوروبا زمان ما شفنا بس خلي نشوف شو بتقود القرعة نوصلنا ل انها تهاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام سنافشات وضروري جدا تشتركوا في قناة سيلفيسبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله